قال متحدث باسم شرطة برلين إن أفراد الأمن قاموا بفحص حقيبة مريبة على رصيف قرب محطة قطارات أليكساندر بلات في العاصمة الألمانية وذكر شهد من وكالة رويترز أن المحطة لا تزال مفتوحة وأبلغ تهيئة نقل ركاب قطار محلي أن هناك تأخيرا بسبب تهديد بوجود قنبلة في أحدى محطات قطارات المدينة